موسيقى الدعم السريع يعتبر حديثها البرهان عن تفتت السودان ابتزازا للسودانيين والعالم ويؤكد أن صبره لمتابعة المفاوضات قد ينفذ البرهان في جولة له على كورنيش البحر الأحمر في بورت سودان والصحة تعلن عن 1500 قتيل مدني منذ بدء الصراع التحالف الدولي يدعو لوقف الاشتباكات في شمال شرق سوريا ويحذر من أن هذه المواجهات قد تؤدي إلى عودة داعش إكواز تنفي تقديمها مقترحا بمرحلة انتقالية من 9 أشهر في النايجر ونيامي تعلق أنشطة المنظمات غير الحكومية والدولية أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان إبراهيم خير أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن إمكانية تفتيت البلاد هو ابتزاز للسودانيين والمجتمع الدولي وعن مدى استعداد الدعم السريع لاستئناف المفاوضات في منبر جدة قال مخير أن وفدهم ينتظروا وفد الجيش في جدة ولكن صبرهم قد ينفذ ونفع عضو المكتب الاستشاري ارتكاب قوات الدعم السريع لأي انتهاكات لافتا إلى أنها القوات الوحيدة في السودان التي تملك وحدة لحقوق الإنسان وأكد مخير أن الدعم السريع ألقى القبض على مسلحين تابعين لداعش في السودان أظهرت صورة متداولة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يتجول على كورنيش البحر الأحمر في بورت سودان أكد الرئيس الجديد لحركة العدل والمساوى السودانية سليمان صندل أن الحركة ضد الحرب وموقفها حيادي ورفض صندل الاتهامات التي توجه لهم بالانحياز إلى قوات الدعم السريع مؤكدا حدوث استقطاب سياسي حاد في السودان جعل كل من يقول لا للحرب متهما بالموالاة للدعم السريع وأشدد صندل على أن هذا التصنيب باطل وغير صحيح مؤكدا أنهم يحتفظون بعلاقات جيدة مع القوات المسلحة ومع قوات الدعم السريع في نفس الوقت كشف وزير الصحة السوداني المكلف هيثم إبراهيم عن مقتل 1500 مدني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر وأكد إبراهيم لسودان تريبيون أن القتال المستعر بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفر عن إصابة أكثر من 6000 شخص متوقعا أن يكون العدد الحقيقي للقتل والمصابين أعلى مما تم رصده وذلك لصعوبة وصول كل الحالات للمستشفيات أو المشارح من جهة أخرى تعاني مخيمات اللاجئين في شرق دارفور من غياب الدعم الغذائي ومستلزمات الإيواء بسبب خروج معظم المنظمات العاملة هناك ما جعل الأهالي يطالبون بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية تعمل آمن إسحاق على ترميم خيمتها القديمة إذ لم توفر منظمات القوث الإنساني الدولية والمحلية هذا العام مستلزمات جديدة للإيواء هنا بمعسكر النمر للاجئي دولة جنوب السودان بشرق دارفور إضافة إلى غياب الدعم الغذائي ما أجبر عددا من اللاجئين على بيع مقتنياتهم المنزلية لتأمين الغذائي لأطفالهم والله الوداء كده عديل ما بسعيد معنا المنظمة والله من المشاكل دعم النفس داع غياب الهيئات الأممية الداعم للاجئين خلف أوضاعا كارثية بالمخيمات فما تعانيه ولايات دارفور من تقليص في المساحات الزراعية ساهم أيضا في انتشار البطالة بهذه المعسكرات ما جعل البعض يطالب بالعودة الطوعية إلى جنوب السودان ما يوزع هنا من عون بحسب مفوضية اللاجئين لا يكفي لجميع المخيمات فيما يشهد إقليم دارفور صراعا محتدما في عدة مواقع ما جعل الفرار مستمرا إلى المعسكرات القائمة الآن نحن ككور بنطالب الأخوة في يونسيار يكون لديهم موجود في شرق دارفور لأن شرق دارفور عامنة بالنسبة للمنظمات تقدم خدماتها يعني نحن الوطع الحالي اللاجئين مطالبين بمواد إيواء سبعة أعوام كاملة هي عمر هذا المعسكر الذي يضم لاجئي جنوب السودان ولأول مرة يشهد المخيم غيابا في المساعدات الإنسانية أكثر من 200 ألف لاجئين يعيشون في ولايات متاخمة لجنوب السودان هنا بدارفور يعاني كثير منهم من قلة العون الإنساني صالح أبو علامة لقناة الحدث غليم دارفور غربي السودان أعلن تحالف الدولي أنه يراقب عن كثب التطورات في شمال شرق سوريا مشددا على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة هناك ورأى التحالف في بيان أنه لا بد من توقف العنف وتركيز الجغود على أحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخلوها من تهديد داعش معتبرا أن هذا الإلهاء عن قتال الخلايا النائمة لتنظيم داعش يثير مخاوفة من عودة التنظيم دعا رئيس مجلس النواب اللبنانيين بهبر الكتلة النيابية والفرقاء السياسيين لإجراء حوار في سبتمبر المقبل وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بر دعوته للحوار لمدة أقصاها سبعة أيام على أن يتم بعدها الذهاب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية من جانبه رحب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدعوة بره متوقعا أن يفضي الحوار إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في سبتمبر هذا ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار عدة جلسات في ختام زيارته إلى لبنان والتي امتدت على مدار يومين أكد كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين أن واشنطن تبحث إمكان حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل وأوضح هوكشتاين أنه قدم إلى لبنان للاستماع وإدراك ما يحتاجه ترسيم الحدود بين الطرفين أتيت لأستمع وأفهم ودرك المزيد لما نحتاجه لترسيم الحدود البرية الولايات المتحدة تبحث عن حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل أنا دائما إيجابي فيما يخص لبنان وملفاته الداخلية والتنقيب هو بداية لاستثمارات وفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية زيارة هوكشتاين إلى لبنان تزامنت مع زيارة وزير خارجية إيران حسن أمير عبداللهيان فيما يبدو أنه محاولة إيرانية لتثبيت دور طهران في المنطقة لم يكن يوما عاديا في مطار رفيق الحرير الدولي حركة ديبلوماسية على وقع المباحثات الإقليمية بدأها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الذي استهل زيارته بتصريح حول محاولات بلاده لحث الفرقاء على انتخاب رئيس للجمهورية ليسدل مطار بيروت ستارته على تصريح المستشار الأمريكي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكشتاين بيّن واقع هذا الوجود الثقيل لكل الدول في لبنان خصوصا الدول الكبرى وصارت إيران تعتبر من الدول الكبرى على الأقل على الصعيد الإقليمي ونفوذها بلبنان بهذا فائد القوة طبع حزب الله صار فعلا لا يطاق والأمريكيين أخذين في المقابل راحتهم مع شرق أوسط رايح مفتت خلال زيارته أكد هوكشتاين مرارا حرص بلاده على الاستقرار جنوب لبنان جولة لم يخفي خلالها الاهتمام العالمي بالتنقيب عن الغاز في مياه لبنان الأقليمية إضافة إلى أهمية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل إيران من المعروف جدا أنها تريد الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققتها في دول التي لديها نفوذ فيها واشنطن تريد راين أساسيين بالنسبة للبنان أولا أمن إسرائيل الثاني تريد يمكن التفرق إلى الملف السوري والوجود الإيراني الحزب الله في سوريا أكثر من لبنان بمعنى أن لبنان قد تكون وصلت إلى حد أدنى من التفاهمات فيه الحركة الداخلية تزامنت مع تجديد مجلس الأمن لولاية اليونفل وأعطائها حرية التحرك بالتنصيق مع الجيش اللبناني لن تؤدي الهجم الدبلوماسية على لبنان بالضرورة إلى نتائج ملموسة في الساحة الداخلية لكن أقله هناك محاولات للجمي أي تصعيد سياسي أو أمني يؤدي إلى عواقب غير محمودة غنو يتيم الحدث بيروت فيما وصفتها بأنها أكبر مؤامرة تطال صناعاتها الدفاعية أعلنت إيران أنها منعت وأفشلت عملية تخريب واسعة كانت ستطال صناعة الصواريخ والفضاء التابعة لوزارة الدفاع سيناريو المؤامرات حبكة المزيج فيها ضربات عسكرية وتصريحات رسمية آخر فصوله كان اتهام إيران لإسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة لتفجير صواريخها الباليستية ومنشآتها النووية طهران في اتهامتها تحدثت عن دور الموساد عبر مورد خارجي هدف إسرائيل من دس تلك القطع المعيبة التسبب في تعطل وتفجير الصواريخ الإيرانية قبل استخدامها حوادث سابقة كثيرة كانت إيران ربطتها جميعا بإسرائيل آخرها في بداية العام الجاري هجوم بمسيرات صغيرة على مستودع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وسط إيران في العام الماضي أيضا تحديدا في شهر أغسطس أعلنت الاستخبارات الإيرانية اكتشاف مجموعة تخريبية وجواسيس أرسلها الموساد بهدف التفجير والتخريب إسرائيل دوما تتخذ موقفا صامتا وترفض التعليق على المزاعم الإيرانية لكن الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين قال في أغسطس العام الماضي إن الموساد نفذ عمليات لا حصر لها داخل إيران ضد البرنامج النووي الإيراني إسرائيل لم تستهدف وفقا لإيران منشآتها النووية فقط بل حتى فخر زادة الذي تعتبره طهران صندوقها الأسود وأبا الصناعة النووية والذي اغتيل عام 2020 وحملت إيران إسرائيل مسؤولية مقتله عقدت الهائة الوطنية للأسر والمختطفين في مأرب جلسة استماع لضحايا الإخفاء القصري وقدمت إحاطة دورية عن أعداد الضحايا وصنوف التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية بينما كان أسعد الوعيل عائدا من العاصمة صنعاء إلى أب لإتمام عرسه كانت الميليشيات الحوثية بانتظاره لتزفه إلى مكان مجهول سبع سنوات من الأحلام المؤجلة قضاها بين زنازين وسجون الميليشيات السرية ذاق فيها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي حتى أخرج عنه بصفقة التبادل الأممية الأخيرة أول ما وصلت إلى المكان الذي أخطفت فيه باشرني بالتعذيب بالضرب والشاتم والساب والإهانات وأستمرت في السجن لمدة سبع سنوات أربع سنوات سجن انفرادي سنة من ثلاث سنوات سجن جماعي السنة الأولى كنت مخفي قصريا كانت أسرتي لا تعلم عني أي شيء أسعد وغيره من الشباب الذين أدلوا اليوم بشهاداتهم في جلسة عقدت بمأرب بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القصري يقول أنه خرج من المجهول إلى المجهول فهو لا يجد المسكن الذي يبني فيه أسرته ويجمع شتاته حاولت أسرتي جاهدها المعرفة أين أتواجد هل لازلت على قيد الحياة أم لا فتم ابتزازها بعشرات الملايين وخسروا كثير من الأموال حتى أنهم باعوا كل ما لديهم من أجل أن يعرفوا هل أنا لازلت على قيد الحياة أم لا الرصد والتوثيق هي الخطوة الأولى لمناصرة الضحايا ولجبر الضرر والانتصاف لهم ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن أجل أيضا الإفصاح عن المخفيين قسرا اليوم الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وكل الهيئات لم تستطع عجزت عن الضغط على المليشيات الحوثية الكشف عن مصير سياسي في السبعين من عمره لم يحمل السلاح وهذا يعتبر فشلا للأمم المتحدة خصصت الأمم المتحدة الثلاثين من أغسطس يوما عالميا لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري وسط مطالبات وضغط حقوقي بالكشف عن مصير آلاف اليمنيين في سجون الحوثين محمود الحميدي الحدث مأرب نافت مجموعة إكواس منقلته وكالة فرانس بريس عن مقترح تقدمت به المجموعة لمرحلة انتقالية من تسعة أشهر في النيجر تمهد لعودة الديمقراطية وصفة التقريرة بالكاذب وجددت إكواس في بيان مطالبتها باستعادة النظام الدستوري في النيجر فورا أعلنت وزارة الداخلية في النيجر تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة مؤقتا في مناطق العمليات العسكرية وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى الوضع الأمني الحالي والالتزامات العملاتية للقوات المسلحة النيجرية دون أن تحدد المناطق المعنية بالقرار في تصريحات للحدث استبعد المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن يكون لفرنسا أي دور عسكري في الوقت الحالي في النيجر أطلقت دول غرب أفريقيا منذ السادس والعشرين من يوليو مبادرة سياسية وديبلوماسية كي تنتهي هذه الأزمة في النيجر من خلال العودة إلى النظام الدستوري تقدمت تلك الدول بفرضية التدخل العسكري فرنسا تدعم بطبيعة الحال كل هذه الفرضيات سمت روحا في الوقت الحالي أن تلعب فرنسا دورا عسكريا في ظل حالة ترقب يعيشه الداخل في النيجر صدر بيان المجلس العسكري الذي أكد سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير سيفا إتيا سفير الفرنسي في النيجر حرمانه من كل امتيازاته وكذلك المجلس العسكري أوكل للشرطة داخل النيجر مهمة اعتقال السفير الفرنسي سيتم اعتقال السفير الفرنسي إذا ما خرج من هذا الباب السفارة الفرنسية في النيجر ولكن السفير الفرنسي لن يخرج من هنا لأن أي خروج له طبعا سيعرضه للاعتقال وفي المقابل القوات الأمنية في النيجر لن تتمكن من مداهمة السفارة لأنها نقطة سيادية فرنسية الآن السفير يكفف اجتماعاته مع مستشاريه داخل السفارة ونحن في انتظار أي رد فعل فرنسي على هذه القرارات الأخيرة من المجلس العسكري ريمبو جامرة مفادة العربية من يميك تمكنت كاميرا الحدث من الدخول إلى أهم مركز طبي عسكري في دونتسيك الذي أطلق عليه مركز استقرار الحالة ويعمل هذا المركز على إنقاذ حياة الجنود المصابين المنقولين من خط النار مباشرة انطلقنا في رحلة استغرقت حوالي ساعة خلف الضباط المسؤولين عن مركز الإسعاف واستقرار الحالة للجنود المصابين في الجبهة المركز يبعد بضعة كيلومترات عن خط النار عندما وصلنا إلى المركز كان الوضع هادئا استقبلنا الأطباء وبدأوا يشرحون لنا أهمية هذا المركز هذا من أقوى المراكز في هذا الاتجاه تم إنشاؤه كتجربة ونجحت هذه المراكز ستفتح الآن في جميع الاتجاهات سرعان ما تغير الوضع هنا وبدأ المصابون في الوصول من خطوط النار وبدأ الأطباء العمل على استقرار حالتهم كيف تتنفس؟ بخير متى أصبت؟ حوالي الساعة التاسعة والنصف أعطني مضادا حيويا إني أتألم إهدى إهدى أنا هنا فلتواصل الحديث إليه حالته مستقرة جروح متعددة بسبب الشضايا هنا فعلنا كل شيء سيذهب الآن إلى المستشفى ليواصل علاجه هناك أنا لس في حالة حرب أنا أدافع عن بلدي وأرضي لم أذهب إلى أحد لأحاربه في أرضه على الرغم من أن الأجواء هنا متوترة ويسودها القلق والخوف الخوف على حياة جنود ينقلون إلى هنا في حالات حرجة إلا أن الأطباء يقولون أن إنقاذ حياة الجنود والرسوم التي يرسلها الأطفال إليهم تخفف عنهم ما يعيشونه هذه الرسوم تسعدني جدا أنا لدي ابنة عمرها ثمانية عشر عاما ترسم أيضا نحفظ بكافة الرسومات هنا بالطبع الأطفال هم كل شيء لدينا كلهم مفضلين لدي نحن لا نختار يهدف المركز إلى إنقاذ حياة الجندي المصاب والعمل على استقرار حالته ثم نقله إلى المستشفى لإجراء الجراحة المطلوبة إلا أنه قادر كذلك على الكشف على المرضى من الجنود والتشخيص الأولي من قبل الأطباء الموجودين هنا هذا الجندي تم نقله مصابا من الجبهة وعمل الأطباء هنا على تطبيب جراحه واستقرار حالته في مركز استقرار الحالة الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية هذه مشاهد حصرية لقنتي العربية والحداث مضيف عادل من جبهة دونيسك اعترفت إدارة المحفظات والسجلات الوطنية بأن في حوزتها ما يقارب 5400 رسالة بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية تظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصبة نائب الرئيس وهذا بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية رسائل بأسماء مستعارة بين الرئيس الأمريكي بايدن ونجله تثير الشكوك بشأن استغلال النفوذ هذا ما كشفته إدارة المحفظات والسجلات الوطنية باعترافها أن بحوزتها قرابة 5400 رسالة بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية تظهر بايدن يستخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصبة نائب الرئيس في عهد أوباما بحسب ما كشفت صحيفة نيويورك بوست مؤسسة ساوث إسترن ليجال فونديشن قانونية ودستورية غير ربحية تقدمت بدعوة قضائية ضد إدارة المحفوظات للحصول على رسائل بريد إلكتروني تتعلق بحسابات روبين وير وروبرت إلبيترز وجي آر بي وير وجميعها أسماء مستعارة كان من المعروف أن بايدن يستخدمها في البيت الأبيض متهمين بايدن باحتمالية تمرير ومناقشة معلومات حكومية مع ابنه هانتر وآخرين رئيس لجنة الرقابة في الكونغرس جيمس كومر اتهم بايدن باستغلال النفوذ مطالبا إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بتسليم أي سجلات غير منقحة استخدم فيها بايدن اسما مستعارا خلال فترة عمله كنائب للرئيس كجزء من تحقيقه في قضية هانتر بايدن وتعاملات بايدن التجارية الخارجية أما بايدن فقد نفى أي علاقة بين هذه القضية وواجباته كنائب سابق للرئيس لم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت في الختام مشاهدين أقدر متابعتكم أنا رولا الخطيب والحدث دائما لحظة بلحظة إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبهات